أو على القراءة الأخرى لتركبن طبقا عن طبق وهذا يفيدك أيضا ويعينك على الصبر معرفة هذا تعينك على الصبر فتوقن بقول الله تعالى فإن مع العسل يسرى إن مع العسل يسرى وإذا نظرت إلى أنبياء الله كلهم بلا استثناء تجد أن الآية أيضا انطبقت عليهم لتركبن طبقا عن طبق كلهم كانوا أطفالا ثم أصبحوا شيوخا إلى آخر ما تعلمون وأيضا كلهم ابتلوا وجعل الله لهم بعد الإبتلاء فرجا ومخرجا سوما ابتل بينهم بالمرض الذي أقعده عشرات السنين كأيوب عليه السلام أو الذي ابتل بفقدان ولده وغاب عنه أيضا عشرات السنين وهو لا يدري أين هو كيعقوب عليه الصلاة والسلام ولكن بعد ذلك الأحوال تتبدل يصبح أيوب عليه السلام من أغنى أهل بلده ويصبح أجمل ما كان وأحسن ما كان وبعد ذلك أيضا يعقوب بعد أن مرت به البلاية بعد بلاء حتى عمي بصر حتى ذهب بصره وبيضت عينه من الحزن فوكظيم بعد ذلك تتبدل هذه الأحزان والأطراح إلى سرور وأفراح لما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا ثم بعد ذلك يرفعه ابنه يوسف عليه السلام بتوفيق من الله على كرسي الملك معه على عرش الملك معه ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا فهذا من فوائد الإخبار بقوله تعالى لتركبون طبقا عن طبق أنت غدا اليوم مؤانس بأمك بأختك بإخوانك مؤانس بهم مؤانس برغض من العيش غدا قد تفقد الأحبة غدا قد تفقد الأحبة غدا قد تصاب بابتلاء فوطن نفسك على الصبر على الشدائد وعلى الشكر عند النعماء لا تغتر أبدا بما أنت فيه ولا تيأس أبدا من رحمة الله إذا كنت مبتلا فكم رأينا وكم نرى من فقير أغناه الله وأصبح الذي كان يمن عليه بعطاء هو الذي يطلب منه العطاء كم رأينا أن صاحب عمل تحول من صاحب عمل إلى عامل عند من كان يعمل عنده كم رأينا من صحيح ابتلي في بدنه وكم رأينا من سقيم صحح الله بدنه صدق الله إذ قال لتركبن طبقا عن طبق فلا تشمت في أحد ولا تظهر الشماتة ولا تتعالى ولا تتعاظم فالذي أعطاك قادر على أن يسلب منك ما أعطاك ولا تتعالى